على الرغم من أن منطقة جنوب شرق أسيا تجنبت الأسوأ عند انتشار جائحة كورونا في العام الماضي فإنها تواجه الآن زيادة قياسية في الوفايات والإصابات فقد سجلت كل من اندونيسيا وماليزيا وميامار وفيتنام وكمبوديا أمس الخميس قفزة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا يأتي هذا في وقت اقترحت السلطات في تايلاند فرض قيود على التنقلات الداخلية مع انتشار السلالة دلتا في العاصمة بنكوك وحولها على نحو سريع